اشتركوا في القناة وشفنا بالقداس علاقة الله بالعالم وعلاقة الله بالطبيعة بأجسادنا فأتصور هذه المحاضرة اليوم سيكون إلى امتداد بهذا الجسد بنفس الوقت الرائع وبنفس الوقت المتألم أتصور الصوت مع هل قد نعم هل تسمعوني الصوت ها ايه زين فادي هل تعالج الصوت اوكي نعم زين رح نشوف رح نشوف شيئين وبعدين المحاضرة يلا سريع 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 ايه نعم كثير هاي اوكي وزعوا الوراق رامي وزعوا الوراق هم حتى الناس تسجل الأسئلة نشوف قسم الأول مجموعة من الصور عنوانا يوم قلب الرب مجموعة ألوانه على الأرض الطبيعة غريبة هذا لويس آر مسترونج دا تطلع إلى الوان عدكم هكذا تأملوا منين منين جدت هالألوان هاي تحت البحر همكو ألوان دودة مغيب الشمس مغيب الشمس هذا في الطير عجيب سمانو الطنان خريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زين هذا القسم الأول واحد يتساءل هل جمال هل ألوان الموجودة بالطبيعة هل ننتبه لها بس نحن البشر نشوف ثمانمائة لون الحيوانات لا تشوف الألوان مثلنا كل حيوان عينه شكل تشوف الذي يساعده بس حتى يعيش دقة نظر حتى يصيد بس نحن عيننا أكثر آلة تصويرية بالوجود هي عين البشر وكأنه الله كنخلق جواب العين نحن نشوف ثمانمائة لون هذه الألوان وهذه الطبيعة هي جزء من الجانب الإيجابي الموجود على الأرض الجمال الروعة الموجودة على الأرض لكن أكو جانب آخر بالطبيعة سلبي وهذا اللي أيضا نذكره بالقداس لما نذكر آلام يسوع والصعوبات والعداوة والخصومة والأذية اللي يتعرض إله راح أشوفكم فيلم قصير أجيب لأنه هذه العواصف والأعاصير التورنيدو الأعاصير اللي تصير بالدني قليل كنقدروا يصوروها لأن الناس تخاف وتختبي فكن أخذوا تصوير للأعاصير للتورنيدو ورح تشوفون أنه هذه الطبيعة الحلوة اللي شفناها قبل شوية ما كثير حلوي لما يتصير عصبية لما الطبيعة تسوي تسوي غضب وهذا الشيء أيضا الإعصار الإعصار طبعا المصورين أرضوا حياتهم للخطر لأن بعض اللقطات راح تطخم لكن لا تصدقون أنه هكذا هوى ممكن يشي لبيوت يشي اللوريات يطيرها شوفوا البيت لو هذا الكهرب شوية تقللونه فهذه شوفوا البناية شوفوا سيارة شوفوا سيارة شوفوا سيارة شوفوا سيارة في سربيا شوفوا سيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا في الطيارة؟ واقفة في المطار؟ الهوى طيارة! نوري! قطار! ترجمة نانسي قنقر ما يعجبني بهذا الفيلم هو المصورين المصورين اللي عرضوا نفسهم للخطر وهم يصورون هذه المشاهد الخطرة جداً واللي شفتهم ما بينوا إخراج هذا الفيلم ما بينوا إخراج حقيقي فإذا الطبيعة وأعاصيرها ومشاكلها بين هذا الفيلم الأول ما الجمال الدنيا وهدوءة وروعته وبين هذا الغضب نجي إلى قلب الإنسان داخل قلب الإنسان أكل اثنين أكل غضب وأكل جمال في داخل قلب الإنسان أكو عالم مثل هذا العالم اللي ردته أو صفه وهذا اللي يحيرنا ويحير المؤمن خاصة من أن نصلي المزامير إلى متى يا رب أريد أفتهم بالحقيقة نحن نريد نفتهم نريد نفتهم ليش الحروب وهذا الحرب قضية الحرب السؤال طرحه طفل على أبونه ما يحدث كثير بين البشر نفس الوقت أكو دول بيهدوء سلام مثل الفيلم الأول وأكو دول مثل بلادنا بيه حروب ومآسي فممكن نتجادل وموضوعي اليوم عن الجدل الجدل ممكن أكو ناس يعشقون الجدل يتجادلون يتجادلون أكو مثل يقول له جدالة في الأذواق لأنه هل قد يكون تنوع واختلاف بين الناس ماكو حاجة نتناقش هذا يحب اللون الأحمر هذا يحب اللون الأصفر هذا يحب اللون الأزرق بس يمكن المجادلة في هذا الموضوع قد يكون ما كنت سمعتم عنه كثير هاليوم راح أدخل بالمجادلة المجادلة عندها أسماء عديدة الأخوي والخوات عادة الأهل يقولون هذول الأثنين قد يتناقغون يتناقغون يعني مثل الديكة المنقار يتعاركون بالمناقير ليش الديكة تتعارك ليش الكبش الكباش يتناطحون هذول الأيائل الأيائل مع الجبال هذول اللي عنده مقرون هكذا كل شيء حلوي تشوفون في فترة من السنة لو تعرفون اشقد يتعاركون بيناتهم الديكة تتناقر الكلاب تتعارك البسازين تتعارك بشهر جبال طبعاً يعني والناس إذا ما تعاركت بالبوكسات والأسلحة تتعارك بالحكي باللسين هذا نسمينه يتناقغون أو إذا ما يجاوب واحد هذلك يستمر ينقنق نقول اللبنانيين يسمونها تنق تنق يعني الظل تنقنق الدمدم تنق فأنا سأرى كيف سبب هذا الشيء وكيف يمكن أن يؤدي فولد سأل أبونه مرة قال له بابا كيف يبدأ الحرب فالبابا قال له يا ابني خلي ناخذ مثل الحرب العالمية الأولى بدت لما انغزت ألمانيا بلجيكا فبدت الحرب العالمية الأولى رأساً مرت أم الولد قاطعت الأب قلت له لا يقول له للولد أن الحرب الأولى بدت لما واحد قتل الدوق مال سرايفو وهكذا بدت الحرب فالغجال خنزغ بوجه مرته يقول له يعني أنت ستخذين الجواب على حساب كيلو تخليني أنا أفهمه للولد هي ما عجبها الجواب كشرت دارت ظهرة سفقت الباب وطلعت زعلاني الميز ما الأكل وهاي قامت القلاسات كلها تتراقص وصارفت سكوت فراد الأب يكمل حكينه الولد قال له بابا ماكو حاجة تشرح لي افتهمتوا أشون تصير الحروب كل الحروب تبدي بالمجادلات كل الحروب تذكرون قبل أن ندخل الكويت أشار مجادلات بين وفدنا والوفد السعودي والجامعة العربية والسياقة النوال تذكرون نوال مع البدرة وجصان والعروسة ومعرفين كلها مجادلات بدل أن نصل إلى نتيجة نحن كلنا كثير مرات ندخل في موحيوار موحيوار في جدال وهذا الجدل رأساً يصير عصبية وأكو ناس يقولون عن نفسهم أنا عصبي يعني كأنه واحد يقول أنا أحب الدولمة أحب الباميا أنا عصبي ولكن العصبية ليست زينة يعني لا يصير واحد يكشخ بأنه عصبي الطفل ممكن يكون عصبي لأنه طفل ولكن رجال أو مراء كبار يصيرون عصبيين ما هي العصبية؟ العصبية بالحقيقة هي نوع من الحالة المرضية من شخص يصير عصبي يصير عنده جفاف بالفم بطنه تجعه يعني إذا يكون قياكل يتسمم الأكل علينا وتجعه بطنه جسمه كله يحمى رأسه يدوخ نبضات قلبه إذا ناخذها تصعد نبضات قلبه وخاصة يطلع من ثم كلمات مزينة ويمكن يمديده يمكن يضرب يمكن يؤذي وبعد شوية يتندم على الشيء قالوا أو على الشيء عملوا وأحيانا الندم ما يفيد أعرفها الدكتورة كانت إقامة فكانت تعمل خفارة مالليل في بغداد طبيبة صغيري بنت صغيري عمرها خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة تقول جاني في اليوم بالإسعاف فالشخص جايب أخونه كان قتلوا بالسكين وخي يقول له الدكتورة إذا تقول لي لي مات أنت هم أذبحك إذا قلتي لي مات أنت هم أذبحك مسكيني دكتورة أش تعمل في حالة عصبية جدل بين الأخوة رأسا قتل أخونه إحصائيات العالم تقول صحيح كل الحروب كل المآسم الحروب تبدي بالجدل لكن كثير من البيوت تخرب بسبب الجدل ويقال أنه البيوت اللي تخرب بسبب العناد والجدل أكثر من البيوت اللي يصيبها حريق أو موت الله أشنو الجدل؟ إحنا نعرف أن الجدل دائماً هو خارج الحقيقة لأن واحد يعند على قضية وجهة نظر واللاخ يعند على وجهة نظره واثنين مغلطانين يحكون أشياء ما بيها فايدة ويدورونه يسقلون في مواضيع طبيع وقت الجدل ما بينه فايدة ضياع للطاقة وعناد وراح أبرهن لك وأتشارط معاك بأنه هشكل هي الحقيقة وأحياناً الجدل يؤدي أنه شخص عزيز صداقة ثلاثة سنين تخرب بثلاث دقائق جدل ويا مكن صارت أصدقاء عمر ما أعرف عشلون وكأنه الشيطان قدح قدح صغيري بيناتهم وارتفعت عندهم الحماوة وطلع من ثم اثنينهم أو واحد منهم طلع من ثم وفرد شيء كلام ما كان يقصدوا بس كان مخزون بينه وهذه ستخرب عيشتهم وتخرب صداقتهم وينفصلون ويبتعدون ويتقاطعون وياما وياما تندموا بعدين بس فات الوقت ما بقى حتى الاعتذار وحتى هاي يقول هذاك اللاغذ يقول القلاس انكسر ما بقى أنا أقدر أرجعه مثل قبل مع الأسف هذا ممكن يصير بين الأزواج ممكن يصير بين القرايب ممكن يصير بين الأخوة والخوات ممكن يصير بين الولد والأب أو الأب والولد حالات كثيرة نعرفها كلتنا بعوائلنا كنا سمعناها قصص زعل سنوات الخاطر جدل صغير أو توتر صغير عبر شوية الحدود اللي ما قدرنا نحنا نسيطر عليها أكو فاد نكتة تنحكي على المتزوجين بيها شوية كشف يقال الزواج تعريف الزواج هو ثلاث مراحل بالخطوبة هو يحكي وهي تسمع وبعد ما يزوجون هي تحكي وهو يسمع وبعد فترة اثنينهم يحكون والجيران يسمعون يسمعون وصياحات إذن الجدل منه يشوفوا ومنه يسمعوا الناس الآخرين اللي قي يشوفونا ذولي الاثنين مطبيعيين بس يمكن لو ننسى بالعميق يمكن بعض الناس يحبون الجدل من أجل الجدل ويريدون يبرهنون للآخر عن أنه هيم على حق وما يترددون من الخسارة صديق أو حبيب أو قرايب أو أخ بس حتى كلمته ما تصير ثنتين وهو أو هيت برهن على أنه هيم على حق وحجتهم هي الأقوى أكو ناس مثل ما عنده إدمان على الشرب أو عنده إدمان على الجغاير أكو ناس عندهم إدمان على المحاججة يعني ما تقدر تقعد في مجلس إذا هذا الشخص ما يعنت وإمار مر القعدة بسبب محاججته أو مجادلته وكأنه عاد راسخ بينه بشكل طبيعي كل الناس تعرف هذا لا تناقشه لأنه ما تقدر أنت توقف مجادلته وما يقبل برأي أحد هو ضد الكل ويعجب ويكون ضد الكل يعني حتى لو كل الناس متفقين على فتشي لا أنا ما موافق على هذا الموضوع وراح يطلع أنه فت زاغور فتشي بس حتى يفرض نفسه أو يفرض رأيه ويا ويله يا سواد ليله للي يعترض علينا ويقول فتشي يتناقض معانه هذا يبتلي على حاله وراح تطول لي ساعة 12 بالليل والناس هذول يريدون ينامون خطيئة أشبتلوا عزمونه هذا ويقولون توبة بعد نعزمه أكفت شخصية بأمريكا أمريكية اسمه بن يامين فرانكلين أحد أوائل الرواد أو الأبطال اللي أسسوا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وهذا فتشخص عظيم كاتب وعالم وخاصة سياسي وديبلوماسي يحكون عنه في تاريخ حياته أنه بداية شبابه كان مصاب بهذا المرض يسمونه مرض الجدل القهري يعني الجدل يحكوا لازم يقول عكس ما أنت تقولين يعني إذا قلت لهذا أبيض يقول هذا أسود وإذا ما تقولين يقول العكس يظل ريكب رأسه غريبة يعني يمشي على المقلوب أي ريكب رأسه ما معنى ريكب رأسه يعني يمشي رأسه جوه وغجلين وفوق يعني يهده الطبيعة هذا الفيلسوف العظيم كان في شبابه كثير كثير يحب المجادلة والمحاججة فرديهم واحد من أصدقائه أخذوا على جهة قالوا تعال بنيامين تعال معايدا قل لك أخذوا على فرج جهة قالوا يا بني تعرف أنت كن صرت محد يجرعك أنت تعرف كل مرة تفتح ثمك وكأنه تضرب بوكس عن ناس اللي تتناقش معاهم خاصة اللي يختلفون معاك بالراي حتى أصدقائك يتمنون ما تكون بالمكان اللي أنت بينه يعني من يكونوا موجودين أنت لمن تكون موجود موجود يتجنبوك أنت تصور نفسك تعرف لكن بالحقيقة قدامك لا أحد يقدر يحكي و لا أحد يقدر يقول رأيه و لا أحد يريد يناقضك لأن كل مناقضة معاك هي انزعاج وهي عمل شاق تأكد أن أنت بهذا الأسلوب كي تكشف بأن كل شيء تعرفه ما يسوى لأنه قد تخسر الناس وتخسر أصدقائك وتخسر حبايبك هذا الكلام ما دخل في أرض صحراء لا بما أنه بن يامين فرانكلين كان فت شخص عاقل و كان ذكي أخذ كلام صديقه أخذه حرفيا و بدل أسلوب حياته و قبل على نفسه أنه فعلا أنه صار مزعج و لا يستطيع أن ينجح بحياته و سيؤدي بهذا الأسلوب إلى كوارث إجتماعية و علائقية و علاقات و صداقات لذلك أخذ قرار ما أحد يأخذ قرار بعد ما يشرب ما يدخن أخذ قرار ما يصير عصبي يطول خلق و ما يتجادل و ما يتحاجج غير طريقة نقاشه مع الناس و صار أشهر سياسي في الولايات المتحدة و من أحكم رجال أمريكا الدبلوماسيين في التاريخ الأمريكي والناس دائما تذكروا بالخير وتذكر خاصة هذه الجملة المشهورة التي في نهاية حياته قالها شوفوا هذه الجملة قد حلوي من شخص عكسه تماما شون الإنسان ممكن يكون مثل مثل الخاطئ اللي يهتدي ممكن يكون خاطئ يصير قديس بن يامين فرانكلين قال إذا كنت تجادل وتثير غضب المقابل وتتناقض معه قد تحقق عليه انتصارا أحيانا لكنه سيكون نصرا فارغا لأنك لن تحصل على كسب إرادة الخصم إلى جانبك حتى لو غلبت بس انت غلبت بإذلال ما بذكاء ولا بطيبة شوف هذه الجملة أنا أشوفها جدا مهمة لأنه لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل بالجدل والمحاججة ما أحد ينتصر وبالصياح والإعياط والعصبية ما نحصل ولا شيء والغريب أنه عادة لو تنتبهون الناس من تحكي أجلب انتباهكم تنتبهون إلى نبرة الصوت نبرة الصوت لن يكون هذه الحكي ماذا؟ ما أشتغلت هذا اليوم؟ رأيتك بالسوق؟ يعني انظروا نبرة الصوت الهادي هي نبرة دعنا نقول قرار ماذا؟ ولكن من يصيغ مجادلة ليس عشرين ألف مرة قدتوا لك انظروا نبرة ما يصيغ بها؟ النبرة تصعد من شخص يحكي بنبرة عالية طبعاً أنا من أحكي مع مئتين شخص لازم أرفع النبرة حتى يوصل الصوت هذه من أساليب الإلقاء والبلاغة ولكن لو كنتم قيادين فقط اثنين ثاثة قدامي النبرة ليس لدي رأساً تنزل هذا أعلمه منهجية الوعظ حتى المقابيلي يعني لا يصيغ يكونوا اثنين قدامي وأحكيها شون كين؟ لا ما يصيغ هذا الذي يحكيها الشكل ما يعرف يقدر الصوت اللي يطلقوا يعني مرات أقول اللي يقرون بالكنيسة إذا تقرون قدام أربع شخص ممكن تقرون صوت هذه لكن من تقرون قدام أربعين شخص ارفعوا الطبقة حتى يوصل الصوت نفس الشيء بالغضب الغضب عادة يرفع وكأنه المقابيلي لماذا تصيغ أنا لا أطرش أنا هذا أسمعك أنت لماذا تصيغ شاهدوا دائماً الذي يصير عصبي يرفع النبرة صوت ما لته يصيغ ليس فقط يصيغ يزعق ويصير وجه أزرق زين شون ممكن شخص عصبي يقنعني حتى لو كان هذا على حق حتى لو كلامك على حق من صرت عصبي وقمت الصيح ما راح اقتنع بكلامك الناس ما تصدق ما تصدق بالصياح أكو مثل يقول نقطة عسل تجتذب ذبان ذباب أكثر من برمي الخلب يعني حق كثير وصياحة كثير وعياطة كثير متجر بينما نقطة عسل كن عسل ورح تشوف الناس كلها تأتي عليك ويمكن مرات باللقاءاته والعلاقات الاجتماعية أكو فرجين يسمينه مجاملة أكو ناس تقرف أنت عصبية وأنت عصبية فش يسوون فرجة يجاملوكي أشونكي ها حرام إيه لا حقكي إيه إيه حقكي إيه لا يريدون يدخلون بيرادوا مصرف معاك لا يريدون يناقشوك يتفقون معاك بعد ما تذهب منهم وكتخليوا بالحقيقة اللهجة 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 التي نحكيها مع الناس تخليهم في موقف دفاعي فادي يوم واحد دق الباب كنتوا بغداد دق الباب فتحتوا الباب قال لي أشوف أنت ما تساعدون الفقراء قلت له أدن شاب رأسا من رفع النبرة رفعتوا النبرة كنت تتقدل أو تتعارك يعني هو يصور بأنه إذا صيح عليه لماذا لا تساعدون الفقراء كيف ستساعدهم بعد ما بدنا هذا من أول غزاته تنكسغ عصاته يعني أحسن طريقة حتى يطردونه هو أن يأتي يصيح ويعيط كأنه يأخذ بوش المقابيل ولكن لا يمكن للناس أن تخاف منك وعليه أن يخاف منك وعليه أن تصيح حتى لو كنت فقير حتى لو كنت محتاج ولكن ما هذا الأسلوب الأسلوب نص المعركة ممكن أن نكسبه بأسلوب وممكن أن نخسره بسبب الأسلوب بالحقيقة في كل لقاء هناك منطق ممكن أنا أعرف فد حقيقة ممكن عندي خبرة بس المقابيل يمكن ما يعرفه زين شلون أغير رأيه شلون أقنعه من له أذنان سامعتان فليسمع يسوع لمن يبعث ثلاميذه حتى يبشرون ما يقلم يجبرون من يقتنعون لا الذي يريد دعيه يقتنع والذي لا يريد لا يريد يعني أجبرك تاكل كيف تريد كل طبعاً مرات أذهب في البيت لا إلا تاكل أكلته يعني أكلته بقدر مرات حتى بالأكل أكون مجادلة ليش ما أكلت من هذه لازم ما أعجبك يعني أشوع رأساً عبرتي على ما أعجبك أنا أنا أكلته يعني قدامي هو أخو ماذا يستحي من الأكل بس أكو كثير مرات حتى بالأكل يصير جدل ويصير عركة مرات بعض الأمهات تدمر ولادها ليش ما تاكل هذا العلني هذا العجي ما يقبل يأكل يدخلينه خاصة أعرف خبرات من الولد الوحيد الله يساعد الولد الوحيد أو البنت الوحيدة والله يساعده إذا عنده فدئم من النوع النقناقي من النوع اللي تفرض رأيه واللي تريد تمشينه ما قياكل تجي تسلم عليه يا شونك سيدنا مرحبا هذا الولد على علني ياش بينه أشعل عليك ما يقبل يأكل ياشعلك منه خلينه لا يأكل يعني حتى الأكل مرات يصير موضوع جدل بقى هو يريد أن نغص عشته يسوي أكثر وهي ما تعرف أنه يخسراني المعركة من البداية لو تركته على غازه ما تأكل لا تأكل أخلي صحنك بالثلاجي يبقى لما تجي تلعب طوبة تجي تجوع خاصة أكو عمر عمر بينه هالشكل عناديه أكو عمر يحب الطفل يلعب بين ستة وسبعة ستة وسبعة إذا ولد بس يعجبه يلعب ما يقبل يأكل تعال تعال صيع علينا ما يقبل تعال نزال تعال نزال وإلى آخره فهكذا أمي لو تسمع كلامي تتركه على غازه وتتركه على مايه والولد سيجوع يأكل أوكي يمكن ما قاعد بالأسرة ما يقعد ويانا أكو علمه طريقة أن الأكل هو اقتداء بالآخرين أعزمي أحد الأصدقاء ماله جيرانه ومدري شنو من يشوف صديقه يأكل يهجم هو مثل المدهوش يأكل بس هو بوحده ويمكن أنت ملاحدك شوية زايدة ما خي يقبل يأكل إذا ما تريد شيء بالحقيقة إذا ما تريد شيء وتريد تفرضه شخص يفرضه عليك وما تقبل حتى لو اكتشفت أنه حقيقة الناس ما تعترف تسع حالات من عشرة الناس ما تعترف بالخطأ حتى لو قنعك حتى لو قنعته بس أسلوب الإقناع ما لك صار شوية زيادة لأن الآخر قا يستعمل الحقيقة حتى يفرضه عليك وهكذا حقيقة ما حد يريده إذا ما حد يفوز بالمحاججة لأنه دائما الفائز يذلك بالخسارة ما لك فإذا فزد بالمحاججة أنت خسران ليس الخسران أنت الخسران ما هي العلاقة بين اثنين ما هي انتصار وخسارة الصداقة ما هي رأيك ورأيك والزواج ما هو رأيي ورأيك يا كلمتي يا كلمتك هكذا أسلوب بطلونه خاصة المزوجين الجدد بطلونه أحسن الكم حقيقة حقيقة مثل ذاك قال له قال له أنا 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 ومرتي ماكو كلمة كلمتي أنا هي الأخيرة دائما أنا الكلمة الأخيرة ألي قال له أشيون قال دائما نقول له نعم يا ستي نعم يا ستي خلاص كلمة الأخيرة ألو فإذا أكو نوع من الغباء بالمحاججة والجدل يعني الناس اللي يحب الجدل واللي عاند واللي يعتبر الآخر خصمه فيما يخص المعرفة أو الموضوع أو المعرفيش وقد نتناقش على هذا الموضوع وإلا دخل واحد ألخط وأخذ الحكي وصار عصبي هذا أحمق هذا غبي ليش؟ لأنه إذا الآخرين حرجتم وسكتوا سكتوا لأن شافوا ماكو تشارة منك لأنه أنت ما قد تفكر هو أشكي فكر هو عطفته أشني لما انجرحته أنت وانتصرت علينا ويمكن ستتباه لأننا نحن دمخ ولا مش مهلبية يعني افتهمنا أنت قد تتعيقل بغاسي أو قد تعمل نفسك شاطر بغاسي بس أنت من تخلق عند الآخر شعور بالنقص دير بالك لأن الآخر عنده عزة نفسه قد يكون أنت تجرحها والذلة ماربولس في قرنفيا يسأل ما هي أسباب المشاحنات والمعارك بينكم ويقول ألا تأتي من الشهوات والرغبات الخاصة بك ومن المعركة القائمة في داخلك الشخص الذي يجادل ويتعاند ويتمسك برأيه هذا الشخص يعكس وجود فردعرك في داخله أكب داخله مشكلة فأش يصير يطلع قهره بمن؟ يطلع قهره بحبايبه يطلع قهره بزوجته يطلع قهره بولاده يطلع قهره بأنه لا يريد أحد يعانده أو يخالفه الرأي هناك فرد كشف لمشكلة كبيرة هناك طمع وأنانية الطمع أنه أنا مسيطر هذا بيتي أولادي عند كلمتي أولادي يطيعوني ما مثل جمعة اللق ما مثل جيراننا ما مثل هذوك ولا يديرون لبال الأبوهم لا أنا أقول كلمي ما تصيغث انتين هذا طمع وهذه أنانية وهذه في داخل جذور الجدل كمحاولة لكسب الآخر بأنانية هكذا الحجج هي بالحقيقة نابعة من خطيئة التكبر والكتاب المقدس يقول التكبر هو أساس الخطيئة من الآدم لأن الله يحاججوا يقول له لماذا أكلت لماذا أكلت هاي عطيتني هاي هاي المرأة عطيتني طبعا هي اللي جربتني أنت يا مرأة لماذا أكلت هاي الحي لماذا أعفنا إذن له قالوا يا رب احنا غلطنا سامحنا العفو كان انتهت المشكلة تكبر كبرياء والكبرياء أساس كل خطيئة محاججة الكبرياء يعني اعتبار النفس مقياس البابا القديس يوحن أبولو صلت الثاني كان يسمي زماننا زمان الليل الأخلاقي زمان الليل الأخلاقي لماذا؟ لأن كل واحد يقول أنا رأيي أعمل شيء يعجبني أعمل بكيفي أخلاقيات اللي تعجبني أخذها هاي وصايا مع الإنجيل هاي كلام المسيح هاي هاي جملة تعجبني بس هاي ما طيق عليها من ضربك على خدك الأيمن ما يقطع عقلي منها أنا اللي يضربني وحدي أضربه ثيثين ضغبي زين هو الإنجيل يعني طماطع أستنقي اللي يعجبني أخذه اللي ما يعجبني ما أخذه هل ياتورة ممكن؟ هذا الكبرياء يسمينه البابا الليل الأخلاقي لأنه إذا كل واحد بالبشرية حسب رأيه وحسب مزاجه وحسب عمره وكيفه هذا الشيء اللي قنشوفه بأنه الجدل القائم هاليوم حتى في العالم الإسلامي بخصوص داعش هل داعش من الإسلام أو من غير الإسلام جدل هو بالحقيقة هيهم قي يعملون شيء يعجبهم قي يعملون أشياء تمشي ويا شهواتهم ويا مزاجهم ويا حبهم للقتل حبهم للجريمة والذبح إلى آخره فحاط نفسه فوق البشر كل من يتحاجج يعتبر نفسه فوق البشر فإذا يجي في الشخص مثقف أشي يسوي يذله أنا درسته كثير سنوات كثير سنوات درسته أكثر من 30 سنين كنت أستاذ عادة بالصف أكو دائما فد واحد يريد ياخذ بوش الأستاذ ياخذ بوشه في نكتة أو كلمة أو يعلق علينا أو يقلدوا أو ياخذ بوشه هذا أنا أشي أسوي بينه رأساً كط من البداية هذا أفلش أسلوبه أفلشه بحزم حتى لا يعنعدون الآخرين بينه حتى لا يخربون الآخرين فهذا روح جيب لي ورقة من المدير أسلوبك ما قيعجبني أطلع بره من بداية السنية لماذا؟ لأن أنا جيت وقد أعطيك درس أنا ما أستاذ كامل أوكي كنا حضرته درسي كنا حاولت أعمل فت شي طيب كنا حاولت كل شي بس إذا أنت تتحاول أن تظهر نفسك على حسابي لا هاي ما قبله أنا الأستاذ ما أنت أنت طالب عندي يوم اللي تصيغ أستاذ بالخير عمل أشي يعجبك بس هس دوري أن أكون أنا الأستاذ ما أنت فهذا هذا ممكن يكون موجود كبذرة صغيرة في داخل بعض الناس يكون موجود في جمهور أنا أشعر أنه في محاضراتي مرات كان عندي أكثر من ألف ألف ومئتين شخص يكون فد واحد مو حتى يسأل بس حتى يقول يعني أنت جيد تعملنا محاضرة أنا كنت أتصور أنت جيد تسأل لو جيد تتعلق على محاضرتي مرتلخ لا تجي يا عزيزي هل قد عندي اللي يعجبك كله اللي ما يعجبك لا تاكله بس تنتقد طبخي لا عيني لا أش بينه هذا الشخص مرات ممكن يكون مثقف محامي دكتور مدري شنو يعني أشون يصير هذا ما يأخذ الجمهور وقي يحكي وقي يعمل فأحاول شوية أذل ليش حتى يقولون شوف أشون قدر بهدل وغسل بينه مسح بينه القاع ليش عيب ما حلوة ما حلوة ولهذا نشوف كثير من المشاحنات والمحاججات هي سبب الاعتداد بالنفس أو وجهة النظر مالي أدفع لي قدام وأتصور أنه هي عقلي أو اسلوبي يحطني فوق الكل ملخص المسألة هسه إذا نلخص الحكاية كلتا والمشاكل مع الحروب والمشاكل اللي قيعيش عالمنا بالحقيقة هي كلتا نقص في المحبة نقص في المحبة ليش لأن المجادلة هي ظاهر لمرض عميق بينا وهو نقص في المحبة يعني تخيلوا زوجه زوجة يحبون بعضهم تصورون رح يتناقغون مستحيل أخو أخته يتناقغون إذا يحبون بعضهم بعض يخاف عليها يخاف على أخته تخاف على أخوه بس من يكونون بالبيت ويتناقرون معناته الأمي لازم تقرف أو الأب يقرف أنه لازم منك يتناقرون لازم يعلمون مشون يحبون بعضهم بالحقيقة في بداية هذه الخميسات التي بديت بيها قبل ثلاثة ثلاثة سابيع وعدتكم بقراءة زماننا يعني نأخذ مفاتيح لقراءة هذا الزمان وواحد من الدروس الرئيسية التي حاولت أن أعطيها بنوع من التوازن كيف نفهم الشيء وضده مثل ما شوفتوكم فيلم عن جمال الألوان التي موجودة بالطبيعة والضد موجود في هذا التورنيدو في هذه الأعاصير التي تخرب وتدمر وتكسر ويمكن تموت الناس فإذا في داخلي أكو أنا تورنيدو وأكو أشياء حلوي لماذا أنا أطلع الأشياء المحلوي وما أشوف الأشياء الحلوي السؤال هو كيف أحب الناس كيف أقدرهم كيف أشوفهم على حقيقتهم أنتم من تاكلون برتقال أو تاكلون طماطا هل يأتوا لكن جاء بالكم تقولون سبحان الله شقد الأحمر حلو شقد البرتقالي حلو شقد الألوان حلوي أكو أطفال صغار عمرهم سنتين وثلاثة من يجون على الكنيسة أشوفهم يرهمون ألوان عندها ذوق البنت يعني ما قوة عندها ذوق تحب الألوان تحب تلباس أنا لازم أنتبه أن هذه الطفلة قد شوف أشياء أنا لازم أشوفها عفيا عليك مبروك هذا شقد حلو هذا الجوربي شقد حلو هذه القراسة شقد حلو هذا الفستان أشوف اللون هل يا ترى أنا إذا كنت لبس الجوربي بالمقلوبة أو حذاء بالمقلوب أجي أنا أذل للطفلة وأقول له أنا متعينكي شعش الليبسي القنادر اليساء باليمين واليمين باليساء إيه ليش ليش أقدر أنا أقدر أصلح العيب أقلة دقيقة دقيقة دعونا نرى أقعدا حبيبي تعالي إذا شوف أنا أنا أنزل إلى مستواها وأبدل الحذاء وما أذل للطفلة لماذا أنا عندي عادي أنه أذل الناس لما أشوف فدعي بيهم لماذا أحكي عن الناس صحيح يمكن مرات أكون وقف معاك أو معاك وما أتجادل معاك بس يعجبني أحكي على ثالث هذا هم نوع من الجدل لما نحكي عن الناس ونقص بالأحمام ونحكي وأشيس ما هذا أيضا وأنا ما مثل فلاني تعالي شوفي وأرفع نفسي على حساب الناس ليش ليش أنا ما بحاجة لا أرتفع ولا أنخفض بالعكس من خفض نفسه ارتفع يقول يسوع رفع الأعزاء عن الكراسي أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين تقول مريم عظرة في نشيد نشيدة إذن أكو قلة حب بينا بطارية الحب مالنا ما قد تشتغل مظبوط أكو أنانية أكو أنانية بحيث من نجرح الآخر نشتفي من واحد يصير بينه حادث ليش الله يشمع حجار ليش خطيئة ليش 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 هنرجسية ليش نشتفي بالأذيام ورح يجي دوغك رح يجي دوغك رح يجي دوغنا كلتنا هاليوم اليوم لك وغدا عليك هاليوم أنت صحتك كويسي وشاب وشابة وحلوين ومرتبين بس رح يجيكم يوم أنت مهام ليش تشتفون هاليوم بيهم كلتنا يجي دوغنا هالنرجسية هالأنانية هالقلة النظر الموجودة هي بالحقيقة سبب الخلافات وسبب الجدل وسبب العناد كان هناك قصة فد فد أب فد أب رجالك بيقعد على الكرسي وهالشكل فابنه شاب وحلو وخريج كلية ويعني قد الدنيا فجاء فالعصفور وقف على على الكرسي قال له هذا شنو قال له بابا هذا عصفور بعد دقيتين قال هذا أشنو قال بابا هذا عصفور قال له هذا أشنو قال مقدولك بابا هذا عصفور سعى عصبي الأبن الأب قام فات على البيت جاء فالدفتر قديم فتحه قال قبل 27 سنة قبل 27 سنة كتبت مذكراتي ابني حبيبي كان عمره 3 سنين سألني سألني 26 مرة بابا هذا أشنو وكنت مثل العسل أجاوبه ابني هذا عصفور يا ابني ذكر عمله عن القصد حتى ابنه لا ينسى الدرس ابني أنا ما ضشته منك من كان عمرك 3 سنين هاليوم عمرك 30 سنة أنت سألتك ثلاث مرات قلت لي ليش تكرر الحكي وصرت عصبي هذا الدرس يسوى يسوى دمه للولد يسوى دمه فشوفوا ما نصير عصبيين فالواحد صديقي بالعراق ابنه كنهاجر كنهاجر فاليوم دقت علينا تليفون هلو حبيبي هلو عزيزي أيامك سعيدة هو بأمريكا قال لي ما قلت لكي مئت مرة اختلاف الساعة تعرفين ساعة ثلاثة الصباح حسستيني من النام مئت مرة قلت لكي ديري بالكي من تغابرين قلت له قبل 30 سنة عزيز قلبي ساعة ثلاثة الصباح أنت حسستني أنت حسستني قبل 30 سنة أنا ردت أعطيك درس ردت أعطيك درس حتى تذكر عاملوا الآخرين كما تريدون أن الآخرين يعاملوكم نأخذ استراحة بس بالنهاية عندي فرد قصة رح تعجبكم خلي نأخذ استراحة نجمع الأسئلة وبالنهاية أحكي لكم فات قصة شكرا نأخذ بعض الأسئلة اللي جتني قي يذكر هذا السائل هل ينزعج بطرس عندما سأله يسوع للمرة الثالثة هل تحبني يا سمعان نقهر لأنه هذه الحادثة تذكر بالجدل اللي صار بيناتهم بالعشاء الأخير لمن يقول له أغسل رجليك ما تغسل رجليه لا أغسل رجليك إلى آخره بالحقيقة هنا نحن أمام فتشي تأسيسي يعني بطرس ما دا يريد يعبر ما دا يريد يمشي وراء يسوع فيقول له بالأخير أنت اجبعني هنا نحن في مرحلة تأسيسية هنا الجدل ما هو حول شيء ما يسوى بالعكس قضيت حياته موت يعني يقول له عندما كنت شابا كنت تلبس الحزام ما لك وتذهب حيث تريد والآن يأتي آخر ويلبسك فمعناته يسوع رح يأخذك ويغير حياتك مثل ما رح يقول مربولوس لست أنا المسيح حي في ايه بدأت أنزعج من صديقة عمري التي أحببتها كثيرا بسبب النق على أولادها من الدراسة والمدرسة هل أواجهها بالحقيقة أم أسكت مثل ما أنا واجهتكم بهذه الحقيقة كثير مرات من الصعب جدا أن نقول لشخص أنه اسلوبه يمكن لازم تكونين مثل هذا الصديق من بن يمين فرانكلين اللي اللي فاده وغير حياته إذن أحيانا الصديق يسوى مال الدني من يكشف لصديقه الحقائق اللي ما يشوفه الصديق وهون الصديق أثمن بعد من الأخ ومن القرائب لأن الصديق هو أنا آخر مختلف هنيال اللي عنده هكذا صداقة في حياته هنيال الشخص اللي عنده صديق أو صديقة اللي يقدر بدون مصلحة ولا فائدة بس أشنو ينطيني صورة لذاتي ويساعدني أكيد بن يامين وفرانكلين طول حياته رح يشكر صديقه على شيء يسوانه ماذا لو كان الشخص الذي يحب المناقش هو أب ويفرض ضائيا وحتى لو خطأ كيف نتعامل معه مع الأسف مع الأسف كثير مرات في عائلتنا أكو شخص أب أو أم أو أخ أو أخ كبير أو أخت كبيري يعني جهنم جهنم طبعا طبعا جهنم هي من حبهم أب أب بابا أحبه طبعا جهنم فهل يا ترى نقدر نجابه أو نجابها بالحقيقة هذا هو خوش سؤال كل العوائل يقولون تحدث في أحسن العوائل كل العوائل بيها هالشكل حالات شلون نتعامل معها هذه فعلا تحتاج إلى كثير صلاة وإلى كثير ذكروا قديسة مونيكا أمه الأغسطينوس اللي كانت تحاول تقنى ابنه بإيمانه اللي هي هي مسيحية وابنه كان ولا يدير بال وبسية لمن ما تقدر تسوي شيء كانت تصلي فبعدين من اهتدى بعد الثلاثين كان يقول لن أنسى أبدا دموع أمه لن أنساها ما على أسف مرات يعني يروحون ضحايا بالبيوت يروحون ضحايا لتعند أو لهكذا شيء المجادلة في بيتنا محرمة علينا حتى لو كنا نحن نتكلم الصحيح الأب وحده كلامه وحده نحن لا نستطيع المجادلة حتى أن أحد أفراد العائلة أراد أصبح البيت جحيم تمام تمام يعني هذا الشكل الأسلوب ممكن وراثي يعني مرات نورثه من أهلنا ونورثه لولادنا ويقوم واحد من الولاد يكون عنيد يكون مجادل بينه هذا المرض مرض القهري الجدل القهري يعني يبدو أنه يشبه المرض أو حقيقة هو مرض نفسي لأنه يبين وجود أشياء عميقة أنا بس ردت أحط إيدكم على أحط يعني وجه نظرك حتى لمن يروح واحد عند الدكتور فيبدي الدكتور أشي يسوي يدوس وفجأة داسفد مكانه وهذا عيض هذه علامة أنه أكو مشكلة هون هون أكو مشكلة وين تجع أشوف وين تجع فأنا أشوف زمان أكو مناطق توجعنا فأنا هذا كشفتونه أما الحلول ف ده أنطي تشخيص سيدنا نعرف أننا على حق في موضوع معين ونحتاج إلى النقاش أو أننا لسنا على حق في هذا الموضوع ولا ندخل في نقاش وهل نحتاج إلى الإصرار عندما نعلم أننا على حق الحقيقة لا تحتاج إصرار كل إنسان يدافع عن الحقيقة غلطان يعني الحقيقة تدافع عن نفسه لا يقول الشمس ليس جيدا الشمس جيدا الشمس كل ما مفيدا لكن لا أجل أسوي دعاية للشمس فإذن الحقيقة لا تحتاج إصرار ولا عناد فحقيقتك أنت وجهة نظرك أنت ها وجهة نظرك يعني أنت إذا تباوع من هالزاوية تشوف قلم إذا تباوع من هالزاوية تشوف نقطة سوداء وجهات النظر تختلف بحسب الزاوية اللي ننظر إليها فإذن الآخر إذا ما كيشوف معناته إما عنده عمل ألوان أو ما كيشوف أكو مشكلة بعينه أكو مشكلة بوجهة نظره ما هي أول خطوة نتخلص من الجدل وكيف نعرف بأن في بعض الأحيان نحن على حق في موضوع معين ونحتاج إلى النقاش وبين مرة أخرى لا نحتاج النقاش وندخل في جدال من الطرفين بالحقيقة كان أكو اثنين معلمين يهود إحنا كثير استفادين منهم واليهود اللي كانوا بالعراق كان عندهم مدارس يهودية تعود إلى القرون الأولى قرن الأول قبل المسيح كان أكو اثنين معلمين يهود ربابينة واحد اسمه هليل والأخ اسمه شمعي بيناتنا الحكي هليل هو اللي عطى اسمه لمدينة حلة هلة منه هليل هليل فهليل وشمعي هليل كان يحبوا الشمعي وشمعي يحب هليل بس من يلتقون يتناقضون بس هذا الأسلوب كان أسلوب الأصدقاء وناس تقعد وتتونس وهذا يقول وهذا يرفع وهذا يقبس بس أبد ما يزعلون فسمونوا الأسلوب هذا أسلوب المباهلة المباهلة أو المناظرة اثنين أذكياء يحكون وهذا يجيب براهين وهذا يجيب براهين بس كله بأدب واحترام وتقدير بحيث توم الكويني بالقرن الثالث عشر ورث أسلوب المباهلة أخذون الأسلوب الفلاسفة قاموا يستعملونه ولهذا يكون مثل بالموصل يقول دور على لي بكيك لا تدور على لي ضحكك ليش؟ لأنه اللي يناقشك ويعصرك أمام الحقيقة أنت رح تفطر تتعلم منه ولهذا كان عندنا في بغداد في أحد الأزمنة كان أكو 250 مجلس بغدادي كان يحبون أسلوب المناظرات المناظرة ما هي جدل هي ذكاء ذكاء نجيب شخصيتين كل من هاي مثل الاتجاه المعاكس فالبرنامج طيب هو لأنه كل واحد يجيب براهينه بس أحيانا فيصل القاسم يخلص من الضربات اللي تجي لأنه فجأتين تصعد الحماوة وهذا اللي ما كانت تعلمه فيقوم يهدي وعلى القصد يخلق مشاكل بيناتهم ويشلشهم ويجيب مواضيع قوية هذا هذا فن هذا علم هذه مباهلة أو مناظرة فإذا لازم نتعلمه هذا الفن من أسباب الجدل هو أن الطرفين متجادلين غير مستعدين للصمت والإصغاء والتفكيب التضحية والتنازل كيف نقنع مثل هذا النوع من الناس على ضو الإيمان أنتم لاحظتم أن الناس اللي تجادلون ما يسمع الجواب أنا أريد أقول لك فتشي أقول له أوكي خليني أشرح لا أعرف أشرح أقول إيه دقيق لك لماذا تسألني يعني ما يخليني أحكي ما يخليني ما يسمع جوابي هذا كثير مرات اللي اللي جاي يعني اللي جاي اللي يريد يتعارك رح يتعارك حتى لو أنا طولت وخلق كيف تعامل مع الشخص العصبي يعني هو هذا هذا الموضوع العصبية بالحقيقة لازم هذا الشخص العصبي يعرف بأنه العصبية ما بي ذكاء ما بي عقل والدليل أنه الطفل أول ما يولد يصير عصبي بعده هو عمره كم يوم مو البيبيات يبكي ويصير عصبي وينحمق ويحمار ويزرق ويزرق ما دقيقة عليك هي الممية تأخرت قليلا ما حدث فالكتاب المالي عندما يظهر الطفل فرانسواز دولتو تعلم الأم تقول عندما يصير الطفل عصبي هدينه بالحكي احكي معانو بنبرة لا سيحن علينا يأخذ غوحك والله يبلاني بك لا خطيئ حبيبي هل ست الممية ودع أحضر لك نبرد صوتكي ستهدينه فأنا أصور الكبير هم هو بيبي قليلا ليه لأنه لو هذا العصبي عرف نفسه بيبي وباوع المغي منه عيونه عصبي كان استحم نفسه كل عصبي يجيبونه مغي أحسن خبه مغي تحت المخدي بص عصبي رأسا يضحك رأسا يضحك ذكرت عامل الآخرين كما تقولون عاملوكم بالنسبة لي أنا أطبيقها ولكن بعض الأشخاص سيحسنون المعاملة معي فلماذا وكيف أتعامل معهم بالحقيقة هذا ما أنا قلت يسوع قال هاي يسمو القاعدة الذهبية وهاي مشهورة هاي قالوا كلتم قالوا الإسلام وقالوا المسيحيين وقالوا البوذيين هذه يسمو القاعدة الذهبية كل صعبي وكل الديانات تحاول أن تجيب الناس على هالطريق وعلى هالرأي بس ما دائما نصل لأنه كثير مرات واحد يخرب عيشة مئتين واحد ممكن من هو المسؤول على غضب الطبيعة من عصير أو الحرائق أو غيرها أليس الله ها جينا أنا هذا اللي ما قلتونه وجينا علينا إيه الطبيعة الطبيعة هي ناقصة ناقصة وعطاها إلنا فلما نحن نبني ونعمر طبيعة ناقصة أش لازم نسوي ليش يصير زلازل في اليابان وكل عشرين ثلاثين سنة يجي الزلزال هل قد قوي يدمر شوية بس القتلى اللي في اليابان أقلب كثير مما لون نصور ليش لأنه يعرفون أرض زلزالية يبنون بيوت بطريقة هذه أتذكر كمرة نشرت مقالة أنه صار زلزال في كاليفورنيا سن تسعة وثمانين تسعة وثمانين ثمانية وثمانية وثمانية وصار زلزال في أرمينيا في مدينة اسمها شبيتاك زلزال أرمينيا لأنه اتحاد السوفيتي وبناء موزيين فماتوا خمسة وعشرين ألف شخص في مدينة جمري أو شبيتاك وبنفس السنة بنفس الوقت تقريبا صار زلزال في سان فرانسيسكو التي هي أكثر زلزالية بعد من أرمينيا بسبب الجسر الجسر هذا الكبير انهز وقعت سيارات فوق بيوت وماتوا 73 شخص فقط لأنه هيم بأمريكا يعرفون أنه منطقة زلزالية يعني ممكن جسم الغاز خطيئة هذه المرة كننسيوا هذه مفتوحة الغاز هل ترى نحن نفكر بالخطر قبل حدوثه هل الطبيعة نططنا الغاز حتى ننسى الدقمة مال طباخ مفتوحة ويمكن بنت يمكن ولد يمكن أحد طلع من المطبخ ونسي الطباخ الغاز مفتوح هل هذا صوت الطبيعة لا خطيئة فإذا قد لا نكون حذرين كثير من الناس يسألوني من أكون بره بخصوص كاركوك وشي القنسوين أقلم بالحقيقة أنا ما أخاف بس أنا حذر أنا حذر أنتبه شلون شلون انسوق القضية شلون الخطر نهتم بينه يعني مثل السياقة ممكن كل لحظة أندعم بس أنا أنتبه السياقة أشني ثانية وحدة هاي الطبيعة عصر التطور وعصر الانترنت وموبايل وإلى آخر هي حصل في بيتنا أصبحوا يتذجرون أشياء ويعتبرون أنفسهم علامة العصر فما هو الحل ما افتهمت أشنو فجوة حصل فجوة في بيتنا أكيد أكيد هذه الأشياء التي نحن الآيفون والآيفاد وهذه الأشياء التي جدتنا كثير مرات ثلاثة قيادين على قنبة وكل واحد يحكي مع واحد بذاك صوب من الدني وبيناتهم ما يسلمون على بعضهم ممكن ممكن وممكن التلفزيون يمنعنا أن نحكي وقت الأكل بيناتنا هرامات هرامات يعني أنا أتمنى أتمنى ولو عدنا بالمطرانية جيت وشفت تلفزيون بالصفرة بس أنا أفضل أتمنى أنه ما يكون تلفزيون بغرفة الأكل حتى نحكي مع بعضنا حتى يعني أكو أشياء كثير نتعرف عليها هذه مع الأسف هذا الإسلوب دارج في الوقت الحاضر كيف يكون صاحب هذا الإسلوب له منصب هل نسكت أم نبلغ عن تعامل هذا هذه ممرضة اجتماعية موجودة العصبية والجدل والأشياء نشوفها بالتلفزيون كثير مرات وتلفزيوناتنا يعني كثير يعني هي بالحقيقة مثل ساحة مكشوفة قدامنا يعني نتعلم مننا كثير ناخذ دروس أحد أسباب ارتفاع الصوت أثناء الجدل وابتعاد القلوب عن بعضها لذلك يصعب السماع على آخر يعني من تبتعد القلوب لمن تبرد المحبة لمن تبرد العلاقة يصير هذا الشكل كل شخص في موقع مسؤولية غير قابل للنقاش لماذا هذا الشأن بالنسبة يعني فعلا يعني هاليوم من وصل إلى المسؤولية يصور نفسه يعني هو على حق وهذه يعني يعني ينراد تواضع كثير محبة كثير أنا أذكر أجمل جملة أجمل جملة سمعتوها من شخصية عظيمة كان اسمه جواهر لال نهرو جاء بعد غاندي حكم الهند هو أبو أندير غاندي أبوها وقضى سنوات بالسجن وصار رئيس جمهورية فأحد الصحفيين سألوا سؤال قالوا قالوا مستر نهرو من يش تخاف قال أخاف من ثلاث عشياء قالوا أخاف من الجوع بالهند وأخاف من الصين لا تهجم علينا قالوا من يش تخاف الثالث قال أخاف من نهرو قالوا من الأخطر قال نهرو إذا كان متكبر إذا كان مغرور إذا كان شايف روحه نهرو أخطر من الجوع نهرو أخطر من الصين نهرو أخطر على الهند من هال اثنين رجل عظيم فأنا أصور كل شخص مسؤول خلي ياخذ درس من جواهر للنهرو أكو سؤال ما عنده علاقة بشي القلتون بس أقرانه أين يلتقي العلم والدين وكيف يتناغب الاثنان ممكن ناخذ بالأسابيع المقبلة في حالة قرار مصيري لعائلة واحد من الطرفين عصبي والآخر عنيد والشخص العصبي هو عنده حكمة فكيف تتخذ قرار بدون أن تصير مجادلة وتجريح لا يوجد داعي لا يوجد داعي أنا أخذ مثل هناك صديقي كان عقله يطير من تدخل ذبيني بالأوذى يتخبر لا يتحمل لأنه تعرفون ما فعله أخذ شكوش ولحقه هي ذبيني ذبيني لا تقتل بالشكوش يا أبني كسر الآثاث كسر الشباك قتل بالشكوش هذا العصبي صاحبنا هذا الذي عنده حكمة هذا عنده حكمة لا عنده حكمة الذي عصبي لا عنده حكمة واحد من الأسئلة كان ضهو هم سؤال فالظاهر هذا اقتصد بالورقة لا يخالف أنا أعيش مع هكذا شخصية أي الإصرار على كل شي ودائما هم على صواب فكيف أتعامل معهم لأنه متعبة جدا من اسلوبهم هسا هسا خلصت الأسئلة هسا أحكي لكم القصة اللي هي الكيكاي ماكو ها الكيكاي فوقها تحطون هاي لا هاي الشي اسم الكرزاية هاي الكرزاية ما المحاضرة مالي بس أرجوكم تنتبهون ولا أحد يزعل زوجة وزوجة عايشين الرجال شعر مريض وتعبان وما يريد يروح الشغل وخاصة أنه هو يروح يشتغل ومرته تبقى بالبيت ياريت مرتي تعرف أنا شقد قد أتعب بالشغل بس هذا كان خوش رجال تقي فرفع إلى الله صلات وصل له الصلاة قال يارب أنا كل يوم أروح الشغل أشتغل ثمان ساعات بينما مرتي تقب بالبيت ياريت قل المرتي تكشف لش قد أنا أتعذب بالشغل أرجوك يا رب اسمح لي جسدي يتبدل بجسدة ولو يوم واحد يعني هي تتقمص جسدي وتروح الشغل وأنا أتقمص جسدة وأبقى بالبيت الله في حكمته لا متنهية قال له موافق فنال الغجال ما طلب ثاني يوم من الصبح استيقظ الغجال كنصار مغتو كنصار مرقام وسو الفطرة لي قرينه قرينته اللي كنصار غجال حسس الأطفال حذر ملابسهم سو الفطرة للأطفال سو الصندويجات مع الغدويين رفقهم للمدرسي رجع للبيت بدأ بماكنة الغسيل أخذ بعض الملابس إلى المكوى توقف عند البنك حتى يسحب شوية فلوس راح عند البقار حتى يتسوق رجع للبيت ورتب المسواق وحطوا بالثلاجي وبالمجمدة صارت ساعة وحدة الظهر صعد على الغرف رتب المنامات نشر الملابس المغسولة بالمكينة كنس غرف المنزل مسح الطوز شطف الطارمة غسل أرضية المطبخ بالماسحة بعدين ركب على المدرسة حتى يجيب الأطفال وبالطريق صارت مشكلة بين هو يعني كاميرا وبين الأطفال بخصوص الدرجات وما قد يدرسون فقاعد معاهم بالبيت حتى يساعدهم حتى يعملون واجباتهم البيتية وبعدين قام على أوتي قام يضرب أوتي وشوية يباوع الأخبار بالتلفزيون ساعة أربعة ونص بدأ يحضر الغداء مالتهم يعني وجبة العشاء الكبرى فقام يقام يقشر بطاطا وغسل الخضروات وعمل الزلاطة وحمص الخبز وطلع اللحم من المجمدة وقطع الباميا حتى يحضر عشوية طيبة بعد العشوية نظف المطبخ غسل الصحون والجدور وطوى الغسيل اللي طالع طوانه اللي يبس وحمم الأطفال وحطهم بالشرباية وساعة تسعة بالليل كان كلش تعبان ورغم أنه النهار ماله ما كان منتهي وكان لازم يروح يستقبل قرينه بالمنام ومن الوضع لازم ما يدمدم ولازم ما يتجادل ولازم ما يقول أنا تعبان وما يقول أنا أش اسمه فكان يستقبله بابتسامه وما حكى ولا شي لكن كان يشعر بأنه كلش تعبان ثاني يوم الصبح قام وركع يا ربي يا ربي أنا ما رفع الجبالي أش فكرت البيحة يا ربي تندمت تندمت سامحني حسدت زوجتي على بقائه بالبيت أنا اشتغلت ثمين ساعات بازية اشتغلت أكثر ستة عشر ساعة اشتغلت يا رب من فضلك رجعني رجعني مثل قبل أنا غلطت رجعني للورا آمين الله في حكمته المتناهية طبعا هالمرة جاوبوا قالوا يا ابني يا ابني كنت أشعر أنه أنت بحاجة أن تتعلم درس وأنا أتمنى من كل قلبي أرجعك مثل قبل بس أكو مشكلة ما أطيق أرجعك مثل قبل لازم ننتظر تسعة الشهور لأنك حامل أوكي ناجك مجينا